مشاهدين كالعادة بنبدأ مع حضراتكم أخبار وفقرات صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث حصلت انبارح ومن أهمها عقد سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعه أمس لمتابعة موقف توفر السلع الاستراتيجية الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية وجه سيادته بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية وده بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة أيضا انبارح سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تابع مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والربط الكهربائي مع دول الجوار وجه سيادته بالتوسع في جهود تصنيع مكونات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة توربينات الرياح والألواح الشمسية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك الربط الكهربائي مع دول الجوار وقد استعرض الدكتور محمد شاكر المشروعات القومية في قطاع توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشاركة مع الخبرة الأجنبية وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035 وخاصة مع قرب استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر القادم بشرم الشيخ وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في جهود تصنيع المكونات الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما توربينات الرياح والألواح الشمسية وذلك لتعزيز دور الطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في الدولة وذلك بالتكامل مع التحديث الشامل الذي تم في منظومة الشبكة الوطنية للكهرباء في مصر سواء منطقة توليد وخطوط نقل ومحطات توزيع ومراكز سيطرة إلكترونية متطورة كما استعرض السيد وزير الكهرباء مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية العريقة في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وفق الاستراتيجية الوطنية في هذا الخصوص حيث وجه السيد الرئيس باستمرار تعزيز الجهود في هذا الإطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك على مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار خاصة المملكة العربية السعودية وكل من اليونان وقبرص كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارات الداخلية الاجتماع تناول متابعة موقف توفر السلع الاستراتيجية الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على موقف المغزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة وذلك في إطار التخطيط المسبقي للدولة بالحفاظ على المغزون الاستراتيجي منها مع الأغذي في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية وقد وجه السيد الرئيس بالمحافظة على استمرارية المغزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وإتاحتها بالمنفذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية وقد عرض الدكتور علي المصلحي في هذا الصدد الموقف التفصيلية لمغزون الدولة من مختلف السلع الأساسية أخذا في الاعتبار موعد حلول شهر رمضان المعظم وأهمية الاستعداد له حيث أكد وجود مغزون استراتيجي للقمح حتى شهر أبريل من العام القادم ولحين بداية موسم الحصاد القادم وبالنسبة للسكر فيكفي الاحتياطي الاستراتيجي منه حتى شهر فبراير القادم علما بأن الموسم الجديد للإنتاج سيبدأ في شهر يناير أما عن الزيت فإن الاحتياطية الاستراتيجية للدولة يكفي حتى أول ماي القادم مع استمرار تعزيز المحافظة على هذا المغزون وبالنسبة للأرز فهناك اكتفاء ذاتي من إنتاجه كما تم استعراض المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن حيث تصل نسبة الاحتياطي في كل منهما إلى حوالي 12 شهراً وخمسة أشهر على التولي أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضاً على الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الغذائية قهة وإدفينة والذي يقع بمدينة السادات على مساحة 120 فدان وبتكلفة استثمارية حوالي خمسة ونصف مليار جنيه وذلك بالمشاركة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية حيث سيضم المجمع تسعة مصانع للمعلبات والمجمدات الغذائية بكافة أنواعها المختلفة وقد وجه السيد الرئيس بدقة الالتزام بأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير أخذاً في الاعتبار النقلة النوعية الضخمة التي سيمثلها هذا المشروع لمنظومة الأمن الغذائي بالدولة كما عرض السيد وزير التموين في ذات السياق أبرز المشروعات الاستثمارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية خاصة ما يتعلق باستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت من خلال مجمعات المصانع في كل من مدينة السادات وبرج العرب وسهج أخذاً في الاعتبار أن الشركة القابضة تمتلك مجموعة من آرق شركات الصناعات الغذائية في مصر وتغضي منتجاتها جميع المحافظات عن طريق أكبر شبكة توزيع ومنافذ بيع على مستوى الجمهورية وازلنا مستمرين مع نشاط الرئاسي أيضاً أجرى سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اتصال هاتفي مع محمد السوداني رئيس وزراء العراق لتهنئته على نيل ثقة البرلمان العراقي وتشكيل الحكومة وأكد سيدته دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق والاعتزاز بالرغوبة الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق ترجمة نانسي قنقر